موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فإخواني الطلب العزاء درسنا حول تتمة مبحث مفهوم الكلمة في الدرس السابق ذكرنا مفهوماً للكلمة ولمفردات أخرى كالكلام والكلمات والمصنف قد ذكر شرحاً وبصير قليلاً عن الكلمة ثم يستمر بشرحاً للكلمة فيقول وتطلق في الاستلاح على القول المفرد والمراد بالقول المفرد اللفظ الدال على معنى هنا المصنف يقول أنه المقصود من الكلمة أنه ذكر قال الكلمة قول مفرد ذكر أنه الكلمات تطلق على على الجمل المفيدة لكن إطلاقاً مجازياً لا يكون إطلاقاً حقيقياً كما ذكرنا أن الإطلاق الحقيقي من الكلمة للكلمة مفردة وليكن كلمة مفردة ذات معنى ولكن هنا يقول على استلاح النحويين أن الكلمة تطلق على القول المفرد والمقصود بال القول المفرد يقول المقصود من القول هو اللفظ الدال على معنى بخلاف اللفظ القول واللفظ بينهم فرق أن القول يطلق على كلمة على مفردة ذات معنى مثل رجل مثل شجر مثل الزيت مثل مدرسة مثل كتاب وما شاب ذلك ولكن اللفظ أعام من ذلك فيما يأتي الآن ولذلك قال اللفظ والمراد بالقول بالقول المفرد هو اللفظ الدال على معنى كرجل وفرس ولكن والمراد باللفظ ماذا يقول المراد باللفظ هو الصوت المجتمل على بعض الحروف عندما لم يقول على كل الحروف لأنه لا يمكن كلمة الواحدة تشمل الحروف كلها 28 حرفا في اللغة العربية لا تجد كلمة تشمل هذه الحروف كلها ولا نصف الحروف بعض الحروف أمكن ثلاثيا ربعيا خماسيا سداسيا بل لكن اللفظ عندما تشمل بعض هذه الحروف سواء كانت هذه الحروف ذات معنى أو لا لها معنى واضح أو لا يكون معنى واضحا فيقول المراد باللفظ الصوت المجتمل على بعض الحروف قلنا في الدرس السابق أنه سوف يأتي المقصود من الحروف الحروف على قسمين هناك حروف هجائية وهي الحروف التي حروف اللغة العربية التي تبدأ من الألف إلى اليا ألف بات س ح غين خ هك إلى آخر هذه الحروف نسمى هذا حروفا الحروف المباني يعني بناء الكلمة من هذه الحروف الأولية وهناك حروف معاني الحروف المعاني هي عبارة عن الحروف التي تقابل الإسم والفعل مثل باء الجر مثل كاف الجر مثل على مثل في مثل تاء القسم مثل الفاعل وما شاب ذلك حروف حروف التي تقابل الفعل والإسم نسميها حروف المعاني أن لها معاني أما عندما الحروف المباني ليس لها معاني إلا التركيب معها عندما تقول مثلا باء الباء ليس لها معنى ولا مثلا الألف بوحده ولا مثلا التا والحاء لكن عندما تقول على حرف لكن له معنى بمعنى الفوقية مثلا فهنا يقول المراد باللفظ الصوت المجتمل على بعض الحروف سواء دل على معنى كزيد زيد له معنى أم لم يدل على معنى كذيز مقلوب زيد أو مثلا رمع مقلوب عمر مثلا هذه الفاض الفاض معتمد على مخرج الحروف على مخرج الحروف ولكن ثالث لها معنى وتالث ليس لها معنى إذن بعدما عرفنا القول والمفرد واللفظ فهنا المصنف يستنتج يقول وقد تبين أن كل قول ولفظ أن كل قول لفظ ولا ينعكس فإذن المقايسة بين اللفظ والقول مثل مقايسة الرسول والنبي أنه كل رسول نبي وليس كل نبي رسول لا يكون عكسا فيكون القول يخص المفرد ذات معنى أما اللفظ يخص المفرد سواء كان هذا المفرد له معنى أو لا يكون له معنى هذا هذا استنتاج لهتين الكلمتين ثم يقول والمراد بالمفرد قصة يقول المقصود من المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معنى وذلك نحو زيد فإن أجزاءه وهي الزاي والياء والدال إذا أفردت لا تدل على شيء المقصود من المفرد من اللفظ أنه أجزاء الكلمة أجزاء لهذه المفرد لا تكون دال على شيء هذا بخلاف المركب فعندما تقول مثلا علي شخص اسم علي لكن ها كلمة مفردة هذا المفردة العين بوحدها واللام بوحدها والياء بوحدها لا تدل على جزء المعنى لا تدل معنى مطلقة سواء كان جزء أو غير الجزء لكن هناك المقابل المفرد المركب المركب جزءه يدل على معنى عندما مثل عبدالله عبدالكريم محمد علي فمحمد علي اسم لشخص لكن مركب من كلمتين كل كلمة له دلالتها عندما تقول محمد بوحده له دلالة وعلي له دلالة وكذلك عبدالله عبد له دلالة معنى والله له دلالة معنى وإن كان المعنى لا يدل على المعنى الأصلي على المسمى لكن هذا الجزء له معنى بخلاف المفرد الذي أجزأه لا تدل على شيء من المعاني ولذلك هو يوضح أنه المصنف يوضح المقصود من المفرد يقول والمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه وهذا هذا عدم الدلالة مثل زيت زيت اسم مفرد لكن فإن أجزاءه وهي الزاي والياء والدال إذا أفردت قلت زاء قلت ياء وقلت الدال لا تدل على شيء مما يدل هو عليه بخلاف ذلك بخلاف قولك غلام زيد غلام زيد غلام أضيف إلى زيت فصار الكلمة مفردة مضافة إلى البعض فهنا إذا أجزأت جزأت بينهما قلت غلام تجد أن غلام له معنى وقلت زيت تجد أن زيت معنى فيكون هذا مركبا فإن كلا من جزئيه من جزئي غلام زيد وهما الغلام وزيد دال على جزء معنى على جزء معنى فهذا يسمى مركبا لمفردا إذا كل مفرد هذا المقصود من المفرد أنه لشخص واحد غلام زيد اسم لشخص واحد أو مثلا عبد الله اسم لشخص واحد أو محمد علي شخص واحد مفرد لكن هذا المفرد فرق من حيث التركيب مركب من حيث المعنى أنه مسامه الشخص واحد ملي لكن من حيث التركيب واللفظ مركب فالمركب الذي له أجزاء وأجزاءه وكل جزء من المركب يدل على معنى بخلاف المفرد فإن أجزاءه لا تدل على معنى بعدما بيّن المصنف الكلمة وتعريفها والفرق بين القول واللفظ وذكر المقصود من المفرد الآن يريد يذكر إشكالين ويدكر إشكالين وهو يرد عليهما الإشكال الأول قال فإن قلت فلم لا اشترط في الكلمة الوضع اشتراط من قال الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد هذا الذي أشرت إليه في الدرس السابق أنه هناك في تعريف الكلمات تعريفان التعريف الأول المشهور هذا هو أنه الكلمة هو لفظ وضع لمعنى مفرد هذا هو المشهور أنه الكلمة يقول الكلمة موضوعة لكن موضع لمعنى ماذا مفرد باعتبار أنه يعني هنا اتفاق بين النحات في القولين أنه المقصود من كلمة هو المفرد لكن كيفية التعريف أسلوب أسلوب التعريف يختلف من تعريف إلى تعريف آخر التعريف المشهور هذا هو أن الكلمة لفظ يعني مفرد لكن وضع لمعنى مفرد لا لمعنى مركب هذا التعريف المشهور أما التعريف الذي ذكر والمصنف قال الكلمة قول مفرد المصنف بعدما ذكر تعريفه الآن يريد أن يرد على هذا التعريف المشهور أنه على سائل يسأل أو يستشكل على نفس المصنف أنه لماذا ما اشتردت شرط الوضع في الكلمة بل قلت الكلمة قولا مفرد لم تقل الكلمة لفظ وضع لماذا الوضع لم يكن شرطا للكلمة المسنف يرد على هذا السؤال أنه يقول الذين قالوا أن الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد لأنهم يعتبرون أن اللفظ أعم أن اللفظ يعم المهمل والمستعمل فلأجل الاحتراز لأجل الاحتراز والاجتناب عن المعنى المهمل فقالوا الكلمة لفظ وضع اشترطوا الوضع لأنه في الوضع تعين المعنى تعين المقصود المراد المعنى يكون موضوعا واضحا فلذلك الاحتراز عن هذا الامر هم اشترطوا الوضع في حين يقول أنني قلت الكلمة قول مفرد القول معناه واضح لا معناه المستعمل لا المهمل فلذلك مستقيما قلت الكلمة قول يعني كلمة لفظ مستعمل لفظ ذات معنى ومفرد ولذلك قال اقرأ الاشكال والجواب عليه فان قلت هذا اشكال فلما لا اشترط ايها المصنف في الكلمة الوضع اشتراط من قال الكلمة لفظ وضع لمعنى المفرد جمهور النحات او من يقول بهذا القول انه في تعرف الكلمة لابد من اشتراط الوضع اذا ما اشترط قلت الكلمة لفظ فهذا معناه انه الكلمة يشمل المفرد ذات معنى وذا معنى وغير معنى وهذا خلاف قال ولأجل ذلك قلت يعني الجواب جواب المصنف انما احتاج القائدين بهذا القول الى ذلك الى اشتراط الوضع لاخدهم اللفظ جنسا للكلمة اللفظ جنس للكلمة يعني الجنس كليا يشمل الاجزاء الكثيرة مثل مثلا انسان الانسان كليا يشمل اشخاص متعددة كثيرة او مثلا مثلا مثل حيوان كليا له افراد متعددة لكن هنا كذلك اللفظ كليا جنس كليا يشمل المعنى المستعمل ويشمل المعنى غير المستعمل يشمل اللفظ المستعمل وغير المستعمل فلذلك بما انه كلي يحتاجون إلى الاجتناب عن المهمل من هذا اللفظ فيكون قد اشترطوا الوضع إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة واللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل موضوع لمعنى معين ومهمل ليس له معنى لأجل إخراجها المهمل احتاجوا إلى اشتراط الوضع فاحتاجوا إلى الاحتراز عن المهمل بذكر الوضع ولما أخذت أم يقول أم أنا قلت الكلمة قولا مفرد ولما أخذت القول جنسا للكلمة وهو خاصا بالموضوع القول لا يطلق إلا لكلمة موضوعة لكلمة ذا معنى وهو خاص يقول أغناني كفاني ذلك عن اشتراط الوضع فلا أحتاج إلى ذكر الوضع ما أقول الكلمة وضع لقولا مفرد لا لا نحتاج إلى قول إلى الوضع بل نقول الكلمة لفظا قولا مفرد القول موضوع القول موضوع هذا الإشكال الأول أما الإشكال الثاني قال فإن قلت فلما عدلت عن اللفظ إلى القول قلت الكلمة قولا مفرد فلماذا يقول المصنف هناك المستشكل يقول لماذا قلت الكلمة لفظا مفرد قلت الكلمة قولا مفرد يعني تركت اللفظ وجئت بالقول لماذا لم تقول هكذا هنا قال المصنف الجواب يقول لأن اللفظ جنس بعيد لإطلاقه على المهمل والمستعمال كما في الجواب في الإشكال الأول أنه أنا عدلت عن اللفظ وقلت الكلمة قولا مفرد باعتبار أن القول له معنى خاص مستقيما مباشرة بدون واسطة بدون أي إشكال يوضح المعنى لكن اللفظ يشمل المستعمال وغير المستعمال يقول كما ذكرناه والقول جنس قريب عندما تقول الكلمة قولا الجنس قريب لإختصاصه بالمستعمال فقط القول لا يشمل المهمل بل يشمل المستعمال فقط ثم يقول واستعمال الأجناس البعيدة واستعمال أجناس البعيدة في الحدود معيب عندها للنظار يقول من الواضح أن النحات وأصحاب الرأي والنظار عندما يريد أن يعرفون كلمة ما أو موضوعا ما فعليهم أن يستعملوا الألفاظ التي هي للجنس القريب لا يكون الجنس البعيد فإذا كان جنسا بعيدا فيحتاج إلى قيد إلى كلما يكون الجنس بعيدا فيحتاج إلى قيد إلى قيد إلى قيد مثلا نريد أن يعرف الإنسان بأنه الإنسان ما هو الجواب نقول الإنسان جسم فهذا الجسم جنس بعيد لأن الجسم يشمل الحيوان يشمل الجمادات يشمل النباتات فماذا نعمل نحتاج إلى قيد فنقول الإنسان جسم نامي فهنا بقيد نامي أخرجنا النبات لكن بقي إشكال آخر أن الحيوان أيضا نامي فإحتاج إلى قيد ثانيا قال الإنسان جسم نامي متحرك فبقيد التحرك أخرجنا الحيوان فبقي الإنسان يتحرك والحيوان يتحرك فلأجل صار المعنى غير واضح فلذلك قال الإنسان جسم نامي متحرك ذات الإرادة فبقيد ذات الإرادة وصلنا إلى أن التعريف من الإنسان ما هو لكن إذا قال من البداية في تعريف الإنسان ما هو الإنسان هو جسم ذات الإرادة إذا قال هكذا أو الإنسان هو جسم ناطق فبقييد ناطق هو الجنس القريب وقييد الإرادة ذات صاحب الإرادة معنا جنس قريب فهذا الجنس القريب يخرج المعنى عن الشمولية ويحدده ويعينه فيكون المخاطقة أخذ المعنى هنا كذلك في التعريفات لابد على المعرف أن يأتي بالأجناس القريبة حتى يكون التعريف تعريفا واضحا وإلا إذا أخذ بالجنس بالجنس البعيد فيكون هذا معيب ليس من شأن الرجل من شأن العالم وشأن أهل النظر والرأي أن يأتي بتعريف بعيد المعنى إلى هنا المصنف بيّن الكلمة ونحن قد ذكرنا ملاحظات وشروح في هذه الكلمة ثم يقول أنواع الكلمة قبل قليل قد ذكرت أشرت إلى أن الكلمة لها أقسام الكلمة تشمل الإسم والفعل والحرف هنا أيضا المصنف يدخل في هذا المبحث ويقسم الكلام يقول الكلمة أنواع متعددة هذه الأنواع ثلاثة أقسام وهي اسم وفعل وحرف قبل أن نشرح هذه التقسيمات تلاحظون أنه في الكتاب ما بين المعكوفين كلمة صاد وما بين المعكوفين الثانية كلمة شين الصاد عبارة عن النص أو الأصل أصل المطلب يعني المثل الأولي أصل الكتاب وهو قطر الندى لكن الشين بمعنى شرح قطر الندى هذا هو المصطلح الاختصاري فهنا يقول وهي يعني الكلمة اسم وفعل وحرف الآن هناك بحث بين النحات عندما يقسمون الكلمة إلى اسم وفعل وحرف هذا التقسيم إنحصاري أم غير إنحصاري ثم هذا الانحصار إنحصار عقلي أم إنحصار استقرائي فهنا النظرية تقول أن هذا التقسيم تقسيم عقلي بمعنى أن العقل تقسيم العقل يدور ما بين النفي والإثبات إما هذا أو ذاك مثلا تقول الجسم إما متحرك أو غير متحرك هذا تقسيم عقلي بحث حيث أن الجسم يدور بين النفي والإثبات بين الإثبات يعني متحرك النفي لم يثبت يكون ساكن فلا تجد جسما لا متحرك ولا ساكن هنا كذلك يقول التقسيم الكلمة إلى التقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف تقسيم عقلي حيث هذا التقسيم يدور بين النفي والإثبات لأن الكلمة الكلمة إما يكون دالا على نفسه على معنى بنفسه من دون اقتران من دون التوجه والتعلق بزمنا معين مثل مثلا زيت هذا الزيت اسم لشخص دلالة زيت لشخص معين لمسماه هذه الدلالة دلالة نفسية ذاتية بنفس عندما تقول زيت فورا ذهن السامع ينتقل من كلمة زيت إلى المسمى ذلك الشخص الخارجي فبدون أن نلتفد في زمن سابق أو الآن أو فيما بعد لا نحتاج بهذا القيود فهذا دلالة خاصة فنسمي هذا اسم لأنه الاسم ما دل على معنى بنفسه بدون مقارنة زمن معين زمن الحال زمن المستقبل أو زمن الماضي وإما أن نكون الكلمة لها دلالة لكن دلالتها مع ملاحدة زمان خاص مثل ضربة ضربة أو نصر أو كتب هذه الأفعال الماضية دلالتها إلى زمان خاص إلى زمان معين ضربة يعني حصول الضرب في زمن سابق في الزمن الماضي فلذلك هذا يسمى فعل وإما لا يدل الكلمة لا تدل معنى لمعنى بنفسه بل دلالتها بواسطة حضور قيد شيئا آخر مثلا أنه ما تقول ذهبت إلى البيت ذهبت إلى بيت ذهبت فعل البيت اسم لكن هنا بينهما حرف إلى هذا يسمى حرف هذا الحرف ليست لها دلالة بوحدها عندما تقول إلى أو عن أو على أو حتى أو في هذه الحروف كلها ليست لها دلالة دلالتها متى تلاحظ إذا قارن مع اسم أو فعلا إلى البيت على الكتاب على الطاولة في المدرسة عندما تلاحظ مع اسم أنه إذا تكون هناك دلالة لهذا الحرف أما إذا بحثت عن معنى آخر أنه تكون كلمة هناك لا دلالة ذاتية مطلقة ولا دلالة ذاتية مع ملاحظة الزمان من الأزمنة ولا دلالة مع ملاحظة شيئا آخر فلا تجد كلمة بدون أي شيء فعنده إذا هذا معنى أنه لا يوجد قسم رابع فإذا تكون الدلالة هنا دلالة حصرية عقلية فنقول هذه الدلالة دلالة عقلية وليس الدلالة استقرائية لأنه في الاستقراء استقراء مثلا ربما يكون استقراء التام ربما يكون استقراء ناقص فربما يكون مثلا ناقص عند شخص وتام عند شخص فإذا النتيجة لم تكن محتومة للتقسيم فلذلك هنا الأحسن والأفضل أن نقول أن هنا التقسيم الكلمة إلى الاسم والفعل حرف تقسيما استقرائيا تقسيما عقليا فقط أما هناك هذا فإذا تقسيم عقلي ويكون حصر حصر عقلي هذا بالنسبة لي وإن كان هناك قول آخر أنه تقسيم استقرائي يقول أنه مثلا إذا لاحظنا هذا الكلمة إلى معنى خاص إلى معنى مطلق وإلى معنى ملاحظة شيء آخر وربما يكون إلى معنى رابع لكن نحن لم نتوصل إليه وربما يكون معنى آخر ما لم نتوصل إليه فباعتباه هذا الاحتمال الضعيف قالوا أنه يكون الحصر حصر استقرائي إذن هذا بالنسبة لي تقسيم الكلمة إلى الإسم والفعل والحرف يقول المصنف لما ذكرت حد الكلمة يعني تعريف الكلمة قال الكلمة قول مفرد بيّنت أنها جنس تحته ثلاثة أنواع الكلمة جنس قلت في بعض سبق أنه الجنس هو كلي يشمل أو يستق على أفراد كثيرة مثل حيوان الحيوان كلي يستق على الأمور عديدة متعددة مثل الإنسان من الجنس من الحيوان البقرة من الحيوان أجل لكم الله الحيوانات الضارة من الحيوانات المهم كل جسم ذات تحرك يسمى حيوان فيها أنواع متعددة ثلاثة أنواع لكن هنا لابد من الفرق بين الجنس والنوع حيث المصنف قال بيّنت أنها جنس تحته ثلاثة أنواع لم يقل تحته ثلاثة أجناس ثلاثة أقسام قال أنواع الفرق بينهما قلت أن الجنس هو كلي يصدق على كثيرين مختلفة المعنى كالحيوان الذي هو كلي لكن يشمل الإنسان يشمل الفرس يشمل مثلا الغنم يشمل البقر يشمل مثلا الأسد يشمل الحيوانات الأخرى فإذا لكن هذه الحيوانات هذه الأفراد للكلية تختب مختلفة معنى مثلا الإنسان معناه غير معنى الأسد والأسد معناه غير معنى البقر والجمل ليست متحدة في الحقائق بل مختلفة الحقائق أما النوع النوع كلي مثل الجنس ولكن أفرادها متحدة المعنى مثل الإنسان الإنسان كلي له أفراد عديدة متعددة ما شاء الله مليارات إنسان بشر أفراد الإنسان لكن هي هذه الأفراد متحدة المعنى عندما تبحث عن كل شخص حقيقة تجد هذا الإنسان تتحد أجزائه صفاته مع صفات آخر وإن كان هناك اختلافات بسيطة لكن بشكل كلي هذا الإنسان مثلا ذات مثلا رجلين ويدين وعينين وأنه يضحك وأنه يبكي وأنه يتكلم وأنه يمشي وأنه ينام ويأكل هذه الصفات كلها مع كل أفراد من أفراد الإنسان متحدة وإن كان هناك صفات شخصية من حيث الخلق من حيث الطول والعرض والوزن والأفكار وهذه الأمور مختلفة لكن اختلافات شخصية عارضية بينما في الحقائق متحدة مع بعض إذن هذا هو الفرق بين الجنس والنوع أما تطبيقه في المقام أن الكلمة جنس هذا الكلمة جنس هذا المثال فرضا كتاب جنس بيت جنس ومثلا الحجر جنس الدفتر جنس لكن هذه كلياتهم الدفتر والكتاب والبيت كلها مختلفة الحقائق أين مثلا المطالب المتعلقة بالكتاب مع الحائط مع مثلا القزاز وما شاب ذلك لكن هنا في الكلمات الكلمات المختلفة المتحدة المعنى هنا الفعل والاسم والحرف هذه كلها لكن متحدة من حيث اللفظ مثلا الاسم لفظ والحرف لفظ والفعل لفظ متحدة المعنى وإن كان هناك فرق بين الاسم والفعل والحرف من حيث المعنى من حيث الحروف وما شاب ذلك قال تحته ثلاثة أنواع وهي الإسم والفعل والحرف يقول والدليل على انحصار النوع في هذه الثلاثة الاستقراء قلت هناك قولان في الانحصار إما استقرائي وما إما عقلي لكن المسنف اختار أنه استقرائي إن شاء الله هذا بداية الكلام البقي إن شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد